اشتركوا في القناة لجنة فبراير لإتمام الاستحقاق الانتخابي القادم مقترحات لجنة فبراير للتعديلات الدستورية كانت قد حظيت بترحيب واسع من عدد من الساسة الليبيين والبرلمانيين والقانونيين وأعضاء سابقين بالمؤتمر الوطني العام لإجراء الانتخابات بالاستناد عليها لجنة فبراير التي تشكلت بموجب القرار رقم 12 لسنة 2014 الصادر عن المؤتمر العام أنذاك كانت لها مهمتان الأولى إعداد مقترح بتعديل الإعلان الدستوري والثانية إعداد مقترح قانون انتخابات عامة وجاء في أبرز هذه المقررات باب السلطة التشريعية الذي تضمن 31 مادة جاء في مقدمتها أن ينتخب مجلس النواب بالاقتراع العام الحر السري المباشر ويعقد المجلس اجتماعه الأولى برئاسة أكبر الأعضاء سننا ويكون أصغر الأعضاء مقررا له وذلك خلال أسبوعين من إعلان نتيجة الانتخابات بناء على دعوة من رئيس المؤتمر ويؤدي أعضاء مجلس النواب في جلسة علنية اليمين القانونية كما يضع مجلس النواب نظامه الداخلي خلال شهر من أول اجتماع له بالأغلبية المطلقة لأعضائه وينشر في الجريدة الرسمية أما باب السلطة التنفيذية التي تتكون من رئيس الدولة ورئيس الوزراء فقد بين أن رئيس الدولة هو رمز وحدتها يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه ويرعي التوازن بين السلطات ويمارس اختصاصاته الثلاثة عشر على النحو المبين في الإعلان ومنها تمثيل الدولة في علاقاتها الخارجية واختيار رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل حكومته والقيام بمهام القائد الأعلى للجيش الليبي كما لرئيس الدولة أن يخاطب مجلس النواب مباشرة أو عن طريق رأسائل تتلى نيابة عنه ولا يكون محلا للنقاش وإذا تعذر على رئيس الدولة القيام بمهامه بصفة مؤقتة له أن يفوض بعض اختصاصاته إلى رئيس الوزراء لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما عدل اختصاص المتعلق بالفقرة التاسعة من المادة الرابعة والثلاثين ويعلم رئيس الدولة رئيس مجلس النواب بذلك وفي حالة خلو منصب الرئيس بسبب الاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم أو لأي سبب آخر يتولى رئيس مجلس الوزراء مؤقتا سلطات رئيس الدولة على أن يتم انتخاب رئيس جديد خلال ثلاثين يوما من الإعلان عن شغور المنصب من رئيس مجلس النواب ويكون تقديم رئيس الدولة استقالته مكتوبة إلى رئيس مجلس النواب مقررات لجنة فبراير نصت على أن يتكون مجلس الوزراء من رئيس للوزراء ونائب أو أكثر له والوزراء تناط به إدارة شؤون الدولة الداخلية والخارجية ويتولى رئيس مجلس الوزراء لإشراف على أعمال المجلس وتوجيهه في أداء اختصاصاته على أن يكون ذلك بالتشاور مع رئيس الدولة فيما يتعلق بوزارتي الخارجية والدفاع وباستثناء المهام المسندة لرئيس الدولة يختص مجلس الوزراء بممارسة السلطة التنفيذية وإدارة أعمال الدولة وضمان السير العادي لمؤسسات وهياكل الدولة العامة وفق القوانين النافذة مراقبون قالوا أن مقررات لجنة فبراير جاءت شاملة وواضحة في نصوص موادها وبنودها التي وردت بشكل تفصيلي فيما يخص السلطتين التشريعية والتنفيذية متضمنة رئيس الدولة ومجلس الوزراء مؤكدين أن الاستناد إلى هذه التعديلات الدستورية يمثل الحل الأمثل في هذه المرحلة للوصول بالبلاد إلى بر الأمان